اوكي بتبدأ احداث فيلمنا في مدرسة سنة 1959 مع المدرسة تايلر واللي بتقول الاطفال انهم بمناسبة العام الجديد قررت ان اي طالب عنده فكرة جديدة ننفذها هنعملها لكن الكل بيستغرب لما بيعرف ان الفكرة اللي اتقابلت هي فكرة لويسيندا اللي بيعتبرها الاطفال شخص غريب وبتبقى الفكرة هي انهم يدفنوا كابسولة زمن جواها رسمة من كل الطلاب وبعد 50 سنة يفتحها طلاب تانين وفعلا كل بيرسم على الورق اللي معاه معادة لويسيندا اللي بتكتب ارقام جنب بعضها كتير ولما بتحاول تايلر تاخد منها الورقة بتتايق الوسيندا كأنها كان فضل لها حاجة ما كتبتش بعدين بتحضر مراسم دفن الكابسولة في ارض المدرسة وبتختفي فجأة فبتروح تايلة تدور عليها وبتلاقيها في قبو المدرسة وقديها فيها دم كتير لانها كتبت بقية الارقام على الباب وبتقول لتايلر خليهم يسكوتوا بس تايلر ما بتبقاش فهمها هي بتتكلم عن ايه بالزبط المهم بتعدي ايام كتير مدرسة لويسيندا وبيعرف ابوه ان بكرة الذكرى الخمسين لكابسولة الزمن وهتتفتح بكرة وبيبقى متدايق من كيسلر ابوه بسبب انه مش مؤمن بالجنة وبالتالي قال سمراته مايعرفش لما ماتت راحت فين فبيعتزل لابنه كليب وبيقوله انه بس مش متأكدة هي فين دلوقتي بش اكتر وتاني يوم في معهد التكنولوجيا بيقف كيسلر عشان يشرح للطلاب بتقع عن الشمس وبينسى نفسه في الكلام وبيفصح عن قراءه حوالين نشأة الكون عالم فال صاحبه وبيقوله ان فيه واحدة معجب بيها ولازم يجي عشان يتعش معاهم لكن كيسلر بيفتكر معادل حفلة بتاعت ابنه وبيجري بسرعة على المدرسة اللي بيطلعوا الكابسولة وبيفضل يوزعوا الورق اللي فيها بشكل عشوائي على الطلاب بحضور المدرسة تايلر الوحيدة اللي لسه عيشة من المدرسين اللي كانوا موجودين وقت نزول الكابسولة وبيطلع لكليب ورقة لوسين ده اللي فيها أرقام غريبة وفي البيت بيحس كليب انه بيسمع أصوات في ودنه لكنه مش عارف جاية منين ولا بتقول ايه وبيشوف كيسلر الورق اللي خدها كليب وبيقوله انه كان لازم يسيبها للمدرسة زي باقي الورق وبعدها بيدخل كليب ينام وهو بيتفرج على فيديوهات لأمه وبيعود كيسلر يسكر وبيجيله في دول يجرب الأرقام دي وبيشوف اذا كانت تدل على حاجة لكنه بيتفاجئ لما بيكتب أول كام رقب منها وبيبقى لاريخ لحاجة معينة فبيبحث عن التاريخ ده عن نت وبيلاقي ان في اليوم ده مات 2996 شخص وبيلاقي ان الورقة مكتوب فيها نفس الرقم بالزبط فبيتصدم وبيقوم يكتب كل الأرقام اللي في الورقة على الصبورة بتاعته وبيفضل يتأكد من التواريخ وبيلاقي ان كل التواريخ المكتوبة بعدد الأشخاص اللي ماتوا صحيحة وحصل بنفس الأرقام في الحقيقة ولما بيفهم ان الأرقام دي تنبؤات لموت عداد مختلفة من البشر بيقع منه الكاس وبيغم عليه وتاني يوم بيوصل ابنه للمدرسة وبيبقى مشغول جدا بالموضوع فبيروح لهل وبيشرح له كل اللي حصل وان المخطط ده بقى له 50 سنة وكل الأحداث فيه تحققت وان بكرة المفروض في مكان ما هيموت 81 شخص لكن فيل ما بيصدقش طبعا اللي هو بيقوله وبيسأله عن الأرقام اللي مش متعلم عليها فبيقوله كاسلر انه لسه ما يعرفش دي بتاعت ايه فبيقوله فيل انه بتأثر بموت مراته أهل اسم بس وان اللي هو بيقوله ده منافي للعقل والمنطق فبيقرر كاسلر انه يروح لتايلر ويسألها عن صاحبة الورقة دي وبيعرف ان اسمها لويسيندا وكانت فتاة انطوائية شوية وما بتتكلمش كتير ويوم دفن الكابسولة كانوا بيدوروا عليها ولقوها في قبو المدرسة وهي بتختش على الباب بضعفرها بشكل غريب فبيطلب منها كاسلر عنوان لويسيندا عشان يقبلها لكنها بتقوله ان لويسيندا باتت من كذا سنة وبيفضل كاسلر في البيت وهو مش فهم ايه اللي بيحصل لحد ما بيشوف ابنه واقف مع عربية غريبة فبيجري عليه عشان يراقي ان الراجلة اللي في العربية اداله حجر اسود ومشي وبعدين بتوصل جريس اخت كاسلر وبتعرض عليه انها تاخد بالها من كليد شوية ويخرج هو ويتعامل مع الناس لانه من ساق موت مراته وهو ما بيخرجش ولا بيحتكب اي حد لكن كاسلر بيرفضه وبيترودها من البيت كالعادة وبيفضل قاعد طول اليوم قدام التلفزيون عشان يشوف الاخبار لحد ما بينام وبيصحى تاني يوم على مكالمة من كليب اللي بيقوله انت اتخرت علي فبيعتزله وبيعرفه انه هيجي في السك عشان ياخده لكن الطريب يبقى زحمه بسبب حادث معين وبياخد كاسلر باله ان احداثيات المكان اللي هو فيه دلوقتي هي هي الارقام اللي ما كانش متعلم عليها في الورقة عشان يفهم ان الارقام الباقية هي احداثيات المكان اللي بتقع فيه حالات الموت فبينزل عشان يشوف ايه اللي بيحصل وموقف الطريق لكنه بيتفاجئ بطيارة بتغير اتجاهها وبتقع قدامهم وبيروح يحاول ينقذ اي حد لكنه بيفشل ولما بيروح بيسمع في التلفزيون ان اللي ماتوا في حادث النهاردة هما واحد وتمانين شخص فبيتصدم طبعا كاسلر وبيطلع يعقب مع نفسه لحد ما بيجي له فل اللي عارف اللي حصل لكنه ما بيبقاش فاهم ازاي حاجة زي دي ممكنة اصلا وبالليل بيشوف كليب الشخص اللي اداله الحجر قدامه وبيسمعه بيهمس في ودنه وبيشاورله عالشباك عشان يبص منه ويلاقي الدنيا كلها مولعة فبيفضل يسرخ لحد ما بيجي له كيسلر وبيهديه لكنه بيشوف الراجل ده من الشباك فبينزل يجري وراب العصايا وبيقوله خليك بعيد عن ابني وتاني يوم بيمشي وراب ايانا بنت لوسين ده الوحيدة وبيعب معاها وبيعرفها انو عايز يتكلم معاها بخصوص امها واللي كتبته زمان وان فيه ثلاث تواريخ واحد منهم حصل وفضل اتنين ومحتاجين يوقفوا اللي بيحصل لكن ديانا اول ما بتعرف كده بتندح على بنتها ابي وبتاخدها وبتمشي فورا فبيروح كيسلر البيت وبيقدر يحدد مكان الهجوم اللي هيحصل تاني يوم وبيتصل يحذر الحكومة ويقولهم يخلوا المكان عشان فيه جوم هيوقع عليهم بكرة وتاني يوم بيروح للجريس وبيسيب معاها كيليب وبيتحرك ناحية المكان المفروض فيه ناسها تموت وبيلاي ان الحكومة ماهتمتش بالمكالمة اللي عملها اصلا فبينزل لمحطة المترو عشان يشوف اي حاجة غريبة لحد ما بيلمح واحد بين انو عامل عاملة وبيجري وراه لحد ما بيركبه سوى المترو والشرطة وراهم وبيقولهم يقبضوا عليه بس بيطلع سارق كام شريط وخلاص والمترو بيتحرك بيهم وبيخرج عن مصاره وبيقتل ناس كتير في المحطة فبيقرر كيسلر يروح يحاول تاني مع ديانا لانه خلاص ما بقاش غير تاريخ واحد بس وبتقوله ديانا ان التاريخ ده امها قالت ان ديانا نفسها هتموت فيه وبيتحركوا كلهم بالعربية وبتكمل كلامها مع كيسلر وانها كانت خايفة طول عمرها فسبب اللي كانت بتعملوا امها اللوسيندا فبيروحوا للمكان اللي كانت عايشة فيه اللوسيندا وبيلاقوا صورة غريبة متعلقة على حيطة الناس الغريبة للعربية فبيضرب كيليب الكلاكس عشان ابوي يجي لحقه فبيجري عليه وبيقوله ايه اللي حصل فبيعرفوا كيليب انه بيسمع اصوات في دماغه وابي نفس الكلام وانهم بيعرضوا عليهم يجوا معهم لو عايزين فبيعود يتكلم مع ديانا ويقولها ان اخر تاريخ ده هو تاريخ نهاية العالم كله وتاني يوم بيلاقي ابي بترسم الشمس على الصورة اللي كانت في بيت لوسيندا فبياخدهم كلهم وبيروح لمعهد التكنولوجيا وبيتكلم مع فل وبيفكروا بالبحث اللي كان عامله زمان عن الشمس وانها بالفعل دلوقتي بدأ يطلع منها اشعاعات غريبة بتقرب من الارض بطريقة مخيفة وفي خلال كام ساعة الحكومة هتطلع تعلن عنده لان نهاية العالم خلاص على ابواب وبيطلب من فل يروح يقضي نهاردة مع امراته وما يعملش اي حاجة تانية فبتسمع ديانا بالكلام ده وبتفضل تعيط وبتقول للكيسلر يستخبه في اي كهف يحميهم من الاشعاعات دي وبيوفيها كيسلر عشان ما يزعلها ايش رغم انه عارف انه مفيش حاجة تبنع الاشعاع ده من انه يقتل اي كائن حي على الارض وبيروح البيت عشان ياخدوا الحاجات اللي هيحتاجوها وبيتصل بابوه لأول مرة من فترة كبيرة وبيقول له على هيحصل وبيودعه وبيطلع عشان يشوف كليب فبيلاقيه بيكتب ارقام على ورقة ولما بياخد منه الورقة بيكمل على المكتب بتاعه وبيحفر بضغافره فبيفتكر كيسلر اللي قالته تايلر وبيروح يقطح من المدرسة وبياخد الباب اللي خربشت عليه لوسين ده زمان وبيقول لديانا ان الكهفة بشايفتهم بحاجة وان الاحداثيات الاخيرة موجودة على الباب ده لكن ديانا بتبقى خايفة وبتاخد كليب وابي وبيمشوا بالعربية ولما بيطلع كيسلر بيلاقيهم مشيو وبيجري يركب عربيته عشان ينحقهم وبتقف ديانا في بنزينة وبتلاقي الحكومة بتطلع تحزير للناس انهم يستخبوا في اي مكان تحت الارض لان فيه اشعاعات قوية جاية من الشمس وبيتصل كليب بكيسلر وبتعرفوا ديانا بمكانهم وبتفضل تزعق معاه وهي خايفة وفاجأة بتبصها على العربية بتلاقيها مش موجودة فبتاخد عربية وبتفضل تندح على بنتها وهي بتسرخ فبتخبط في تريلة كبيرة وبتتدمر على العربية تماما وبتموت في المعاد اللي قالت علي لوسين ده زمان وبيوصل كيسلر وبيشوف المسعفين وبيحاولوا ينعشوها لكن بتبقى خلاص ماتت فبيجري على احداثيات المكان اللي كتبت على الباب وفعلا بيلاقي الراجل الغريب واقف قدامه وبيطلق كليبه معاه قرنب هو وقابي وبيعرفوا ان الراجل ده قال لهم انهم يقدروا ييجوا معاه ومش هيئزيهم ولا يعمل لهم حاجة وانهم بعتوا رسالة الاول عشان يمهدوا الطريق وفجأة بيلاقي كيسلر السماء بتفتح وبينزل منها بوابة غريبة وبيوقع على الارض من هول المنظر اللي بيشوفه لحد ما بيقوموا ابنه عشان يركب معاه وانهم هيبدأوا كل الحقيقة من تاني سوا وهنا بيفهم كيسلر اللي بيحصل لكن لما بيجي يركب معاه بيرفض واحد من الكائنات وبيهمس لكليب ان هو وقابي بس اللي ممكن يجو معاه فبيوافق كيسلر عشان يحمي ابنه وبيقولوا انا دايما هفضل معاكم في قلبك وبيحضنه وبيسلموا للكائنات اللي بيبدأ يتحول شكلهم تدريجيا وبياخدوه هو وقابي وبيختفه من المكان كله وبتتقفل البوابة اللي في السماء فبيفضل كيسلر يعاية عشان مش هيشوف ابنه تاني وبيقع على الارض ويقوم بعد فترة والعالم كله بيبقى في حالة فوضى والاشعاء بيقرب اكتر واكتر بالارض عشان يدمرها وبيشوف في طريقه فل وهو حاضن مراته ومستنين الموت سوا فبيروح لبيت ابوه وامه وجرس وبيحطنه بعض كلهم لحد ما بيضرب الاشعاء على الارض وبيضمر كل الكائنات الحية والمباني اللي موجودة عشان تبقى دي هي نهاية العالم ودي كانت نهاية فيلمنا كان معكم على المايك روميح السكريب ده من كتابة يحيا السباعي شكرا للمشاهدة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات اللي جاية وسلام